موسيقى اختتلت قافلة الجامعة الدولية المتنقلة الصبار في دورتها الثانية زيارتها لمدينة قلعة سرغنة حيث شكلت هذه الاخيرة النقطة ثالثة ضمن جولة هذه القافلة الجامعية المتنقلة التي انطلقت من مدينة غضا البيضاء والتي تختم جولتها اليوم بمراكش بمشاركة خبراء وباحثين جامعيين من دولة المكسيك حلو بالمغرب لتبادل خبرات في مجال تقنيات زراعة وتفنيع الصبار من طلعة سرغنة هذه منافذة محمد الدول شكلت محطة طلعة سرغنة النقطة الثالثة ضمن جولة هذه القافلة الجامعية المتنقلة التي انطلقت يوم ثالث أستمر إلى الثالث منه بعد اليوم الثلاثي بمدينة الضار البيضاء والمائدة المستجيرة المنعخذة بمدينة السطات والزيارة الميدانية لإحدى التعاونيات المثوية بمنطقة السخور رحمنا والورشة التطبيقية بمدينة بنغرير بإقليم رحمنا قبل أن تعرج القافلة في حتام جولتها على جانعة تفق بعيات بمراضش المهندس الزراعي عبد الرحمن عيد حمو رئيس الجنعية الوطنية لثنية الثبار بحكاكة أحداث لأن كل ما حصلها قد حدث الهدف اللي هو الثالث الذي ذكره هو توعية المستجيرة في طوائل الثالث العدنية والإستخدام من أجل التعاون على الاستخدام والاستعادية رفع الإنتاج عما في المنطقة الحاملة فمن ثم نعرشة عملية لفائزة المعارة القرارية على أساس بأنها البدير عن شيطان مديرها للإستخدام ثم نضم نعرش مائزة مستغيرة لباحثين نورو وكذب الأفكار لهم حولها مستقبل العلاقات التخنية والأكاديمية بين المؤسسات الجامعية المغربية والمؤسسات الجامعية الميستيكية فعاكي نستيريوم هو نشاري فهدة أفطار المدارس وسبعية مهين البيتية بأهمية الصباح لا صورة الإنسان ولا في المحافظة على الطرداء ومحاومات السحر وتضمن برنامج قاتلة الجامعة الدولية المتنقلة للصباح بمدينة قلعة سراغنة تنظيم ورشة نتائدة أفطار المدارس لتحكيهم بالأهمية البيئة لنباتي الصبار إن على مستوى الصغرصية النباتية أو على مستوى اقتصاد الماء وتنمية مداخل الساكنة القروية بأقل تكلفة انتاجية وتشمل المحطة الأخيرة بمراكش اليوم تنظيم ندوة علمية تحت إشراف طريق البحر والابتكار في مجال الكمياء الخضراء والتنمية المستدامة التابعة لكلية العلم السمالية وبعض الأساسد الباحثون من جامعة موليسيمان ببني من ناري محمد لببيهي يا ربي أنكم أطلق قلعة سراغنة